الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد معشرة الكرة من أسماء الله الحسنى العفو جل جلاله والعفو أصله المحوو الطمس يدل على سعة صفح الله عن ذنوب عباده مهما كان شأنها فالله يتجاوز عنها ولا يؤاخذهم بها ويسترهم جل جلاله بجوده وفضله وكرمه سبحانه وتعالى لأجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله كثيرا بالعفو ومن ذلك أنه ذات مرة رقي المنبر فبكى وقال صلى الله عليه وسلم سألوا الله العفو والعافية نعم معشر الكرام ينبغي أن نسأل الله العفو والعافية فوالله الذي رفع السماوات بغير عمد لو آخذنا الله بكل ذنوبنا لهلكنا لو آخذنا الله بكل ذنوبنا لهلكنا يقول سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسب تيديكم ويعفو عن كثير نعم يعفو سبحانه وتعالى عن كثير من ذنوبنا وخطايانا فلا يواخذنا بها ويسترها سبحانه وتعالى عنها كان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول ألا أخبركم بأفضل آية في القرآن الكريم حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتلو هذه الآية نعم معشر الأحبة الكرام إن أرجى آية في كتاب الله عز وجل هي هذه الآية وبعض مثيلاتها في القرآن الكريم ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه أعطاها وخصها بآيتين في أواخر صورة البقرة تضمنت دعاء الله عز وجل بالعفو يقول صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأوتينا بآيات من أواخر صورة البقرة من كنز من تحت عرش الرحمن لم يعطه أحد قبلي ولا يعطه أحد بعدي نعم أيها الإخوة الكرام الله جل وعلا فضلنا بهاته الآيات الأخيرة من صورة البقرة وفيها واعفو عنا وفيها واعفو عنا ونحن في هذه الليالي المباركة ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان ليالي العتق من النيران وتجاوز الله عن الذنوب العظام ينبغي أن نسأل الله جل وعلا وأن نلح في الدعاء أن يعفو عنا ذنوبنا فقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفعل إن لقيتها إن لقيت ليلة القدر ما أدعو قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا وتجاوز عنا واسترنا يا ربنا بسدرك الجميل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة